تقع محافظة كاركوك شمال بغداد وفي جنوب إقليم كردستان العراق تتسم بخصوصية بين المحافظات العراقية إذ تعد المحافظة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المقر عام 2005 فضلا عن أنها تضم ستة حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل سكان المحافظة وهم مليون وستمائة ألف هم مزيج من العرب السنة والكرد والتركمان والمسيحيين بالإضافة إلى أقليات أخرى وبعد عام 2003 سيطرت القوات الكردية البشماركا على مركز مدينة كاركوك واستعادتها القوات الاتحادية عام 2017 وذلك بعد فشل استفتاء الانفصال لإقليم كردستان حينها شاركت كاركوك بانتخابات مجالس المحافظات عام 2005 وحرمت من المشاركة لـ 18 عاما حيث شاركت بانتخابات مجالس المحافظات عام 2023 ترجع أسباب هذا الأمر أو تعذر إجراء الانتخابات المحلية فيها إلى الصراع السياسي والخلاف الدستوري المتعلق بوضعها يكمن هذا الخلاف حول تنفيذ المادة 140 من الدستور وهي المادة الخاصة بتطبيع الأوضاع في كاركوك وهو لب الصراع السياسي بين مكوناتها زاد ملف تحديد سجلات الناخبين وتعداد السكاني للمحافظة حدت هذا الصراع بين العرب السنة والكرد لكن كاركوك شاركت في انتخابات عام 2023 بعدما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بالمحافظة ونصت هذه المادة على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المختصة وذلك شريطة احتماد سجل الناخبين وفق التعداد السكاني لعام 1957 والذي يعود للعهد الملكي في العراق مع ضمان حق التصويت للمرحلين أو للنازحين بفعل النزاع